نرجع برضو مرة تانية بعد إذنك للتمثيل الغذائي هل في أكلات معينة أو أنواع معينة من الأطعمة بتساعد الجهاز الهضمي بتاع الإنسان وبتخلي عملية التمثيل الغذائي تمشي بشكل مثالي أو نموذجي؟ من أهم الأكلات اللي بتساعد على قصة التمثيل الغذائي بروتينات بروتينات مهمة جداً جداً الدهون الصحية والضهون السمك الزيتي مهم جداً وكما فيه أوميجا الأوميجا بتساعد جداً على عملات التمثيل الغذائي وبتساعد على التركيز وأنا ضد الضيط من غير الدهون لازم نحن دهون صحية زيت الزتون حلوى أوي أوي الناس يقول لك لا هذا زيت الزتون هيتأخر لأ بيساعد عملية التمثيل الغذائي البروكلي حلوى أوي أوي لعملات التمثيل الغذائي فكل الأكلات دي وأكيد السلطة يعني زي ما أنا بقول عايزين نزبط عملية تمثيل غذائين غير اللايفستال بتاعنا يعني الأكل ناكل يعني أهم حاجة تلتين الأكل صلطة وألياف والتلت التاني بروتينات وكربوهايدريت بس نقلل الكربوهايدرات يعني الكربوهايدرات ما نقولش طبق حلة محشينا كلها لا يعني نقلل الكربوهايدرات بس الكربوهايدرات مهمة قوي للجسم لأن بتدي طاقة بس ما نفردش فيها يعني ما ناخدش حلة رز ناكلها يعني هو اللي بيخلي الوزن يزيد الكربوهايدرات أكتر ولا البروتين أكتر لا الكربوهايدرات ولا ميكسل لتنين مع بعض هو يعني ممكن اللتنين مع بعض بيزودوا بس هو طبعا السكريات والكربوهايدرات هي اللي بتزود الماكرونات وكده هي اللي ببس لا ناكل منها يعني أنا ما أقولش ما ناكلش أنا بأكل ماكرونا ورز بس مصدر الزيادة في الوزن بيكون مرجعيت وأني بروتين أكتر ولا كربوهايدرات أكتر شكرا للمشاهدة